بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في يعناك معلالا فهي إلى الألطان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلف سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أن تلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما كدموا آثارهم وكل شيء أحسيناه فيه إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر بسرنا وما آزر الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تاتهون لرجمنكم وليمسنكم من عذاب العليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم كوموا مصرفون وجاء من أكس المدينة الرجل يسحى قالاكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجحون أتخذ من أدونه آلهة لي يردن الرحمن بضر لا تعني أني شفاعتهم شيئا ولا يعيقدون إني ذل في ضلالي من مبين إني آمات بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قالوا يا لي تقوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزلين إن كانت في الله سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من تهيدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج قل لها مما تنبت الرضو من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدق لرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق من نهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم نعملنا ضريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن شأن غريقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كيلا لهم تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلين وإذا كيلا لهم أنفقوا مما يرزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نتعموا ولو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا زيحة واحدة تأخذهمهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وأنفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما قمتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم الجبلة كثيرة فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتقلمنا إيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم ألا مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره النقص خفر الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرعان منه بهين لنذر ما كان حيا ويحك الفول على الكافرين أولم جروا أما خلطنا لهم مما مملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناقع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا منها دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستدعون نشرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحضروا منا معلم ما يسرون وما يعينون أولم يروا الإنسان أننا خلطناه من هدفتها فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مصبا ونسي خلقه وعلى من يحيي الإمامه رميم كل يحييها الذي أن ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيق مثلهم بلى وهو الخلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأثمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من معرج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمهجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإقرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسعلهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شعن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم من يهثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استدعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شكت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسعل أن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بيننا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على قرش بتائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنث قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينانين الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكثورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإقرام